وامتبعين أخبار الصباح ومرحب بضيفنا اليوم معنا بستوديو جورج سعد مدير الأكاديمية اللبنانية الأوروبية لطب التبارق بمستشفى جوارجيوس الإديس جوارجيوس الجامعي صباح الخير جورج سوري جورج ضيعت بالجوارجيوس وال أهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أهلا وسهلا فيك منا نحكي عن مبادرة كتير مهمة عم بيقوم فيها مستشفى الإديس جوارجيوس من حوالي السنتين لهلأ وهي مبادرة طعنا بطب التوارق إذا تحطنا أكتر بأجواء طب التوارق شو هو بالبداية طب التوارق هو الطب اللي بتعاطى مع الحوادث اللي بتجي فوجائية إن كان طبية أو إن كان صدمية تروماتيك مستشفى القديجيوس جوارجيوس أخذت قرار بإنشاء الأكاديمية اللبنانية الأوروبية لطب التوارق بالتعاون مع جماعة البلامات كلية الطب وإنسانتف مد ترينينج سنتر بألمانيا وعملية الأكاديمية هدفها تدريب الأطباء والممرضين والمسافين على كامل الأراضي اللبنانية بمجال طب التوارق والإسعاف المتقدم جوش خلينا نحكي فعلياً على الأرض شو عم بيسير يعني بـ 13 أو الأربعة المقبل رح بيتم تخريش 13 طبيب متخصص بطب التوارق من قوى الأمن و24 من عنصر من مدرية قوى الأمن الداخلي يعني اللي بيتخصصوا وبيخضعوا لها